الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وبعد إن شاء الله كلمة يسيرة حول الوباء المنتشر في هذه الأيام ولأن الابتلاء لا يقابل بالسخرية ولا الاستهزاء ولا الإشاعات ولا الكذب ولا العقائد الباطلة وإنما يقابل الوباء بالاحتساب والرجوع إلى الله تبارك وتعالى لقول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وهذا البلاء من الابتلاءات التي عمت العالم والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أخبر كما عند ابن ماجة في السنن أن ظهور الفواحش لها أثر عظيم في انتشار الطواعين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا فهذا السبب وهذه عقوبة لانتشار الفواحش والفواحش أعلنوا بها في القنوات وسمعنا ما ظهر قبل أيام من واحد من الجماعة قال بطالب بحقوق المثليين وسمعنا بأحداث في أبو حمد وغيرها من المناطق وفي العالم كل انتشرت الفواحش إلا من رحم الله ده السبب الرئيس بعد الإشراق بالله تبارك وتعالى في ظهور الأوجاع والطواعين والناس مفروض ترجع إلى الله عز وجل وتتوب وتعلم أن ما نزل من عند الله تبارك وتعالى لن يستطيع أحد أن يرده الشيء نزل من ربنا من الله تبارك وتعالى ما في مخلوق لأنه ظهرت إشاعات كم واحد صوفي وكم إشاعة الأول صوفي جايبينه في وصائل التواصل قال نحن ما أسكن ليكم الكورونا دي في البلد قال في ما أسكننا في أبو حراز وما أسكننا في أمضوان بان وما أسكننا قال في الشيكينيب وغير من المناطق قال الشيوخ هم الماسكين كورونا طيب خلي الكورونا الكورونا دي ما مرض الغلا وارتفاع الأسعار والابتلاءات دي ما ركت منكم كيف وطبعا الصوفية دائما في كل يعني بيستغلوا الأحداث عشان يروجوا لعقائدهم الفازدة ويروجوا لطرقهم الباطلة بينشروا مثل هذه الأشياء حتى يستعطفوا بها الناس ويستجلوا بها الزباين والحمد لله الناس كثير منهم ويعا وإلا ما كان الآن فاتحين بلاغ في إخواننا ومشايخنا قالوا لأن الناس ذي لساؤلينة وشتمونا ونبزونا والسؤال المنطقي لأي صوفي انت قلت عندك شيوخ بيعلموا الغيب وبيتدجنا وماسكين الكون زي ما قال عبد الرحيم الزريبة في كتابه أعلام الطريق قال حسن واتحسون سيدب كم حسن فوق الكون متحكم إذا كان حسن واتحسون متحكم في الكون الكورونا دي جو الكون ولا برا الكون ما فروض تصفيه ولا تغربينه ولا تعمل ليه حاج لكن دليل عظيم جدا إن الصوفية ما عندهم أي حاج شأن كده الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ذكر في مسائل الجاهلية قال إن وهل الباطل إذا عيتم الحجة ومقارعة الحجة بالحجة لجوا إلى السلطان ويؤلب الناس ويؤلب الصلاطين على دعاة الحق وهذا لا يزيد دعاة الحق إلا ثباتا وإلا يقينا على ما هم عليهم الحق لأنه ما بيدعوا لي حزب ولا لي جماعة ولا لي طايفة ولا لي فرقة وإنما يدعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحارب الشركة بكافة أنواعه شركة الصوفية الشركة بتاع الشيعة الشيوعية الإلحاد الزندغة وغيرها يحاربون هذه المناهج المنحرفة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم شأن كده الآن معظم الشباب وأغلب الشباب الآن قد تلقاه مفل في الشعره لكن تلقاه عقلته يعني سليمة وأكبر دليل على كلامنا دا الآن أمسك لك أي شاب قل له إنت عندك طريقة قل له أنا أعوذ بالله ما عند أي طريقة وكثير ناغشناهم وكثير قعدنا معاهم وسمعنا كلام وده دليل على فساد منهج التصوف تصوف منهج باطل شأن كده أنا بعيده بكرر بقول في تعريف وده أنا شايفه أكتر تعريف مناسب للتصوف بس قم يصعامر قال التصوف قال هو التصوف اسم جامع لكل ما يحبه الشيطان ويرضاه من الأقوال الشركية والبدعية الإلحادية الظاهرة الباطن ده والله تعريف بالكربون لأنه الآن من المل يدعو لي عبادات القبور أي الصوفية من المل يدعو لي عبادة الشيوخ الصوفية من المل يكتبى الحيبات الصوفية من المل بيعتقد أنه الشيوخ بيعلم الغيب وبيده المطر الخنجر مش قال عندنا شيوخ بديه المطر وبنزل المطر بالقروش خلي المطر اللي في السمد بس الكورونا دي وقفوها وما بتوقفوا حاجة الصوف يقول لك ماس كالكون وهو لو بطن مسكته إلا اللي حقول لبريك في الحمام يا ناس معقولة كلام باطل وكلام فارق والله الذي لا إلى غيره تحتار في الصوفية دي يا ناس مفروض أي صوفي تابع بعد دي اغتنع إنه شيخ دان ما عندهم حاجة ما جابوا للسودانين دي اليوم خير لا الدقيق نزلوا لا الدولار نزلوا لا البنزين نزلوا تلقى واقف في الصف بتاع البنزين وكاتب يا مهال وكاتب يا المكاشي وكاتب نظرة يا أبو هاسم والله كم واحد بلقاوه بقول لي المكاشي عمل لك شنو وده واقف في الصف يومين وثلاثة واربعة مبيت عربيتك ما فيها جاز مكاشف معلومة كان يديك جاز كن من المأسورة بتاعتك وقل المكاشف يخلى لك تمشي عقاية فاسدة عقاية باطلة وده ده المؤخرة البلدي والله ما تنظفت العقاية دي من قلوب الناس وما تنظفت هذه المعتقدات الفاسدة من القرى والأحياء الصمانة نعم ولا نحلم بخير ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ربنا يقول أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون يا ناس توبوا يا ناس أرجعوا يا ناس لمتين نحن الآن نازعك فينا حول القباب والأضرحة والمقامات والقبور يدعوها كما يدعون الله تبارك وتعالى وربنا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وربنا يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا مرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفعل الكافرون دسوا في الأول قال الشيوخ ماسكين كارونا وكذب ربنا يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله دي آية محكمة ما يستطيع إنسان يجادل فيها ربنا يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسيك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وآيات كثيرة جدا في هذا الباب بل النبي عليه الصلاة والسلام قال وعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء غد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء غد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فأي شيء نزل لبتقدير الله ربنا قال إن قال وكل شيء عفوا ربنا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر أي شيء مقدر من عند الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام قال قال وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك الصوفي الثاني والإشاعات الصوفية الثانية قالوا في صورة الكاف في شعرة تبلة وتشرب الشعرة دي بتشفى من الكورونا هذا كلام باطل يكذبه النقل والعقل ويعني كثير من الإشاعات دي مما قمنا زمان الواحد يكون تاجر بتاع شاي الشاي بتاعه باير ولا تاجر بتاع حنة تكون الحنة بتاعه باير قبل كم سنة واحد قال السمن قدت وقال الشيخ المرعي قالوا رأى في النوم ولا ما عارف واحد من الشيخ المرعي واحد منهم قال يحن إنه شفع قلت لهم دا يكون بتاير حنة حنة تبايرة داير بس خارج الحنة بتاعته تاني بعدية طلع صوفي قالوا في رشاد بعالج بالجرسين والموية والجرسين والسكر صغير طفل الناس مرقت بتاع الكريم التش برضو دق في الناس مقلب وهكذا الإشاعات تنتشر في الشعب السوداني يا ناس اوعوا الدكاتر معقول ما يصلوا لإعلاج يصلوا له صوفية واحدين قاعدين في رواكيب وفي جخانين ومحلات ما معروفة زاته كيف يا ناس دكالام شنوتا وغير من الأباطيل الأشعة الثالثة برضو من الإشاعات المنتشرة في الأيام دي واحد برضو قالوا طينة الشيخ الكباشي تشيل قال طينة من القبر ما وراء من تحت الكرعين ولا من الرأس طبعا هم تحت الرأس دي يقول لك دي طبعا دي الشغل المركزة كانوا كينين يا ناس دي طينة ولا كينين يقول لك طينة تبون فلان زي ما قالوا طينة فضطريفة بتعالج من السعر دي قالوا في طينة بيجاي بتعالج من الكورونا والله العظيم ما لقيت أبلد من الزوال اللي بيصدق الحاجات دي وكل يوم يعني نزداد يقين إنه التصوف منهج بتاع خيال ومنهج بتاع خرافة ومنهج بتاع دجل وشعوذة طين تقدي فيها شنو؟ هو الطين بيعمل حصوة الطين بيعمل حصوة هم يسفة لك تراب شان تجيك حصوة تنقرض ونرتاح منك وهكذا تنتشر الإشاعات من الصوفية ومن غيرهم وللأسف الإعلام بيررويج للحاجات دي الإعلام بيررويج لهم وإنت تجيك تتكلم وتترد بالحجة وبالقرآن والسنة يتلبوا عليك وقول لك شتمنا ما شتمناك قلنا لك كلامك ذا باطل وزي ما قال شيخنا أبو بكر قال بتفتحوا بلاغات بنفتحها الكتب والله أنا عندي كتب إن شاء الله بالآن الجايدي بجيبها للمشايخ وبعلمها ونخلي المشايخ يشتغل وصل ما في شغلانية تبقى دعوة الناس قالوا القعدة في البيوت والصلاة تكون المغرب والعيشة في البيت والشغل التوحيد ده ماشي التوحيد ده ما بقيف دعوة التوحيد ده ما بتقيف لا كارونا بتوقفها ولا جرابوكسي بوقفها ولا الدعوة دي بتعتل ربنا قال في القرآن ولقد سبقت كلمتنا لعباد مرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وده الغائض ده الغائض الصوفية إن الدعوة منتشرة الآن والناس وعت وده الغائض العلمانيين وغائض الشيوعيين والملاحدة والأخوان المجرمين وغيرهم الغائضهم إن الدعوة دي الآن منتشرة الآن ما في شاب ولا إنسان إلا تلقاه في جواله مقطع من مقاطع دعوة التوحيد والله الذي لا إلى غيره واحد يلاقيك في المواصلة يقول ليك وعليك الله شوفه الكلام ده كلام ده ما حاصل يقول ليك حاصل وهكذا ما تركب ليك حافلة إلا تلقى واحد نغمة بتاعته من مقطع من دعوة التوحيد لما نتذاتك تستغرب تقول لها جماعة ما أقول له وصلت لمحلات دي أماكن بعيدة والله أماكن حدودية أماكن حدودية بين دول تلقى جماعة هناك قاعدين يستمعوا للمقاطع ويستمعوا لدعوة التوحيد والسنة ومحاربة الشرك ده الغائض الأعداء دين تقال غائضهم شنو؟ والنبشرهم أصلوا إن فتحتوا بلاغ إن مشيتوا ليه أمريكا قبل كده مرضوا الصوفية مش أمريكا بغيادة اللي زيري مشوا للأمريكا وقالوا الكونغريس رضيان مننا وقالوا أمريكا رضيان عننا وقالوا دابد يدعاونوا بيناتهم عشان يحاربوا التطرف والإرهاب هم قصدهم يحاربوا التوحيد والسنة لأنه عارفينه ده الدين الحق وده ما بيقدروا يقارعوا حجة بحجة إلا ببلاغات وإلا بأشياء زيدي يمشوا إلى الصلاطين والحكام والناس ديال يتكلموا فينا والناس ديال ما يجبنا كتبك جا في كتاب اسمه سراجة السالكين قال قال لله تمانية أولياء كمل الصفحة الصفحة مية وأربعة أربعة وعشرين قال لله تمانية أولياء كمل أربعة في اليمن وأربعة في السودان ولا نبزناهم ولا شتمناهم ولا قلنا العلبهم قال منهم إدريس والدالاربابة بفركة قال ربنا أكرم بفركة من لباس الجنة دي كتباني برواحد قالوا منهم المصوبا وعند أهل الله يصمى مصوبا الحضارات وقد جر الشمس مع الملائكة أربعين سنة قالوا منهم الشيخ حسن واتحسون قال أحيى الأموات بسره وملك من خزان الأسرار ما ملك قال ومنهم الشيخ أحمد ودطيب ودالبشير ربنا ملكوا الكون ثلاثة وثلاثين سنة ما نقصوا جنح بعوضة إذا كان أحمد ودطيب ودبشير ما أسكى الكون ثلاثة وثلاثين سنة الكورونا دي ما بتقدر عالية وده كله والله شرك وضلال وكلام ما يدخل إلا على من أعمى الله بصره وبصيرته ضلال واضح وكلام واضح باطل بعد ذلك القزول بدافع عنه دافع عنه ربنا قال في القرآن هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيام أمن يكون عليهم وكيلة فالناس تتعقل والناس ترجعوا لفرصة للعودة والرجوع ربنا قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون ربنا يقول في القرآن ربنا يقول يا أيها قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح الناس تتوبوا ترجع لأله عز وجل وتقلع عن البدع والمعاصي إذا كان يا أخي ربنا نزل هذا البلاء والحفلات شغالة والله يجد الناس واقفة صفوه ويسبوه في الدين في صفوة العيش ويتكلموا كلام الفاحش يا ناس ما تتوبوا والرزق ما بيجي بقلة الأدب لأن العلمانين قالوا دائرنا مدنية وقلة أذب وفتاع وطلعوا وهو وهو ولسه ما شفنا أي خير لالآن ما شفنا خير لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه فكيف هي مصائب كبيرة وكيف هي مجاهرة بالمعاصي والشرك والإلحاد وسب الله وسب رسول الله وسب القرآن إذا كان معصية العبد يحرم بالرزق فكيف هي المجاهرة بالإلحاد والمجاهرة بسب الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام وغير فالناس ترجعوا التوب والله ما في حل إلا الناس يرجعوا لأله ربنا يقول في القرآن ربنا يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء ونحمد الله عز وجل إنه كلام أخواننا طلع صح الآن ما جانا الناس إلا الشر من الثورات والمظاهرات والاعتصامات ما جانوا إلا الشر وده دليل على إنه الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صدق وحق وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي نوحة فالناس ترجع إلى الله عز وجل وتتوب وتقلع عن الذنوب والمعاصي والبدع والشركيات والناس تعظم الله وتوحد الله لأن الرزق عند الله الرزق ما في أشخاص ولا عن حكومات ولا في الدولار ولا في أي شيء الرزق في السماء ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون الناس لو آمنوا الله يفتح لهم الرزق الناس كفروا وأعرضوا ربنا يقولوا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة يعمى وهذا والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على النبي الأكرم نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم مزاكم الله خير السلام عليكم